اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن إنجاز فريق توسيز موتور سبورت يجسد الرعاية الفائقة لرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تهانيه إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى بمناسبة قيادة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة فريق توسيز موتور سبورت للحصول على المركز الأول في سباق الخليج للتحمل جي تي 12 ساعة للسيارات الذي أقيم على مضمار حلبة البحرين الدولية مشيدا سمو بدعم سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة للفريق وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهاني والتبركات إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة مؤكدا سمو أن هذا الإنجاز يؤكد مكانة المملكة في رياضة السيارات باعتبارها موطنا لرياضة السيارات في الشرق الأوسط منويا سمو بالدولة البارز الذي قدمه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة مع الفريق وقيادته الناجحة للفريق في ظل الخبرة الكبيرة والإمكانيات العالية التي يمتلكها سموه وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز يعطي التفاؤل في مواصلة حصد الإنجازات للمملكة في كافة المناسبات الرياضية ومتمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح شكرا